الأسبوع ده وأنا باختار كده عايزين نشوف مع فريق العمل بتاعي مين نجم الأسبوع فعدنا ندور مين أفضل لعب في المباريات طلع لعيبة كتير مين أفضل مدير فني ممكن نختاره في فكرة نعملها في برنامجنا طلع مدربين كتير لكن لما عدنا واختارنا من وجهة نظري لما بنيجي نقول مين نجم الأسبوع في قطاع النشيب النادي الأهلي الأسبوع ده نقول الجهاز الطبي بالنادي الأهلي البعض ممكن يستغرب زي جهاز الطبي لأ الجهاز الطبي في النادي الأهلي في قطاع النشيب النادي الأهلي بقيادة الدكتور أسامة مصطفى والدكتور محمد إيمان بالأخص كمان حصلت وقع مهمة جدا في مباراة بين الأهلي وبرامج مباراة موليد 2003 لعيب اسمه علي أحمد حسام ميدو ده نجل الكابتن أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمانك والإعلام الشهير وهو في المباراة حصل الكرة جات في وشه يعني اصطدمت في وشه بطريقة جامدة جدا لعب وقع في الأرض الحكم خلى سير اللعب شغال دكتور النادي الأهلي وهو قاعد متابع اللاعب مش متابع الكرة بحكم عمله بيتابع الحالة اللي بتحصل في الملعب بسرعة أول ملعب وقع الدكتور ما استناش الحكم يناديله نزل بسرعة جدا على اللاعب في اللحظة كان اللاعب فيها بيبلع لسانه الدكتور قام بالإجراءات كاملة دكتور محمد إمام أنقذ حياة لاعب في الملعب الحكم راح له وشكره علشان في الحالات دي السرعة مهمة جدا وأيضا كابتن أحمد حسام ميدو شكر الدكتور محمد إمام وشكر كل الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بقوية الدكتور أسامة مصطفى تعالوا نشوف التقرير ده مع الجهاز الطبي في النادي الأهلي اللي أنا باعتبره نجمع أسبوع وبعدها نروح لفاصل وبعد الفاصل أستضيف ضيفي الكابتن أزاكي المدير الفني لفريق 2007 الحمد لله من أقوى الأجهزة الطبية الموجودة في قطاعات الناشئين في مصر والحمد لله كل الدكتورة اللي بتبقى موجودة في القطاع بتبقى دكتورة منطقة وعندهم خبرات في التعامل مع الملعب وإصابات الملعب وغيب الإضافة أننا دايما بنحطهم مرضك ونبعاتهم في دورات تدريبية بحيث أنهم يحتاج خبرات أكبر في مجالات مختلفة زي الإصابات الارتجاج والنعاش القلب وما شابه ذلك زميل الأطباء اللي موجودين معي في الجهاز الطبي في بعض المباريات تعرضوا المواقف من المواقف الصعبة جداً اللي بنقابلة في الملعب يعني خلع في المرفق ده لابد من الرد السريع وتم عمل الجيبس ليه وآخر كان فيه حالة إغماء وبلع للسان وبردك الحمد لله الدكتور المحمد إيمان كان موجود في الفترة دي وأم بإنقاذ اللاعب وقبل كده بردك لعيب جرح قطعي في الجبهة ولعيب تاني وردك جرح قطعي في الملعب تم إنقاذهم وخياطة الجروح والتعامل مع هذه فده حاجة شرف لنا وبيعكس نجحنا وبيعكس أداءنا والحمد لله ده فضل من ربنا والحمد لله أن العالم كله دلوقتي يعني بعد الموقف الأخير اللي حصل مع نجل الكابتن أحمد حسن ميدو اللي بنشكره على الإشادة بينا وبنقول له قطر خيرك وإحنا ده واجبنا كده كترة بصرف النظر عن الانتماءات والحمد لله الحمد لله أن نحض ربنا على النجاح اللي احنا فيه هو اللي حصل إحنا كان في الشرط الأولاني تقريبا في دي عشرين خانسة عشرين كانت كرة مشتركة عند التمنتاشر بتاعتنا ما بين العيمن عندنا ونجل كابتن أحمد حسن كرة خاطئة ارتطمت في وشه اللعب كمل أنا كانت عيني معاه مع الخطة تلاقيته بينزل الحكم كان بيكمل أنا نطيت في الملعب على طول عبل ما الحكم رجع كنت أنا الحمد لله تمكنت أن أنا أرجع يعني أفتح له مجرى الهوى بتاعه وابتدى الولد يتنفس لزيك ما كانش بنفس وقتها فالحمد لله فأقل من عشر سنين بالظبط أنا كنت عنده حتى عبال ما الجهاز الطبي بتاع بيرمز وماش شكور وانجلية لأني الحمد لله قمت باللازم وابتدى الولد يتنفس الحمد لله وفتحيني وفق بعين بيبقى الموقف الحكم ما بيستناش إن هو ينادي على الدكتور طالما أنا شفت موقف زي ده وحكمت عليني ده مثلا حالة ارتجاج أو حالة بلاء لسان أنا مش هستنى لأن كل ثانية هتفرق مع اللعيب إن إحنا ننقذه ونفتح مجرى الهوى بتاعه فأنا ما استنيتش والحكا كان صراحة مشكورا برضو عبال ما جيب يعني اتشكرني إن هو أنا اللي نزلت ما استنيتش أن اللعب يقف أو حاجة لا أنا اللي نزلت وقفت الملعب وقتها والله هو اللعب على ما أتذكر كان اسمه إبراهيم في 2001 كان في تدخل كده واع على كوع وحصل قدامنا يعني في الملعب خلع في مبارات بيرامدز خلع في الكوع والحمد لله يعني كان هو قدامي فنزلت له على طول يعني رديت الخلع ده وحتى سألت الدكتور اللي كان معهم كده معهم جيبس وكده استغرام كانش معهم يعني الحمد لله إحنا جاهزين شنطة معنا فاها كل حاجة فاها كل الإمكانيات جيبت الجيبس معايا وعملنا له الأسحافات الأولية والجبيرة وكده وتم نقله يعني خارج الملعب اللي سعف يعني